شكراً هدير التسعب بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصرية أهلاً بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد الثاني لمصر تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم وترسق لمصار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لأمير قطر بقصر الاتحادية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات مواسعة ضمت وفدي البلدين هذا ورحب رئيس السيسي بالأمير القطري ضيفاً كريماً على مصر حيث هنأه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في قطر من جانبه تقدم الأمير تميم بن حمد بالتهنئة إلى رئيس السيسي بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى الثورة الثلاثين من يونيو معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعباً خاصة في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضاون العربي على كافة الأصايدة وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة الرئيس السيسي على جميع الأصايدة الداخلية والإقليمية والدولية يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان مادة اللغة العربية في أول يوم بامتحانات المواد الدراسية الأساسية ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707992 طالبة هذا وأدى طلاب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين أربعة امتحانات في المواد التي لا تضاف إلى المجموع وهي التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد بالإضافة إلى الإحصاء بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها بما يحقق مصالح الشعبين جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي لرئيس وزراء العراق بقصر السلام في جدة وذكر المكتب الإعلامي للقادمي أن اللقاء شهد مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك وجهود ترسيخ السلام والتهديئة في المنطقة كما تم التأكيد على تدعيم التكامل الاقتصادي والتعاون البيني بين البلدين بما يعزز التنمية المستدامة في المنطقة ويقوي الجهود الثنائية لمواجهة الأزمات الاقتصادية قالت هيئة الرقابة النووية الأوكرانية إن قصفا روسيا ألحق أضرارا بمنشأة للأبحاث النووية في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد وأضافت الهيئة الحكومية أن القصف لم يؤثر على المنطقة التي يوجد بها الواقود النووي وأن مستويات الإشعاع النووي في المنطقة ما زالت ضمن خدودها الطبعية ورجحت الهيئة احتمالية حدوث أضرار جديدة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مستوى الآمان النووي والإشعاعي بسبب القصف دعا رئيس الوزراء بريطاني بوعس جونسون قادة مجموعة السبع إلى عدم التخلي عن أوكرانيا متعاهدا بتقديم دعم مالي إضافي لكياف وقال جونسون في بيان إن أوكرانيا يمكنها الانتصار وستنتصر لافتا إلى حاجة الكياف إلى الدعم وأضاف البيان أن بريطانيا مستعدة لتقديم دمانات قروض أخرى بقيمة 429 مليون جنيه سترليني محدرا من أن الحكومة الأوكرانية تخشى نفاذ الأموال بحلول الخريف في حال عدم ضخ سيولة جديدة وبهذا التعهد يرتفع المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والإنسانية البريطانية لأوكرانيا هذا العام إلى نحو مليار وثمانمائة مليون دولار أكدت منظمة الصحة العالمية أن مرض جدري القردة لم يصل بعد إلى وضع حالة التوارئ الصحية العالمية ومن جانبه أعرب المدير العام للمنظمة تادريس آدنم عن قلقه الكبير من تفشي المرض وعفقا للمنظمة العالمية فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة بهذا المرض نحو 3200 حالة في حين تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في الأسبوع الستة الماضية من 48 دولة لم تشهد عدد انتشارا لهذا المرض أما رياضيا فانطلقت النسخة التاسعة عشر لدورة ألعاب البحر المتوسط في وهران بالجزائر والمقامة خلال الفترة من الخامس والعشرين من يونيو الجاري إلى السادس من يوليو المقبل وشاركت بعثة مصر في مراسم الافتتاح حيث حمل العالم المصري كل من فريال أشرف صاحبة ذهبية توكيو 2020 في الكاراتي وسيف عيسى بطل تايكوندو الأولمبي وشهدت مراسم الافتتاح حفلا فنيا ضخما ضم فقرات استعراضية باستخدام أحدث تقنيات بمشاركة نحو 800 شخص هذا وستشهد دورة مشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 26 بلدان نهاية منجزة التسانة والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل